بعد تثبيت أسعار الفائدة البنك المركزي يؤكد أن الزيادات التي تم تطبيقها العام الماضي ستساعد في كبح التضخم التضخم في تركيا يسجل نحو 58% خلال يناير بسبب سلسلة من الزيادات في الأسعار خلال العام الجديد رغم ارتفاعها خلال التعاملات أسعار النفط تتجه لتحكيب خسائر للأسبوع الثاني على التوالي مرحبا بكم نشرتنا الاقتصادية المفصلة تأتيكم من النين للأغبار وفيها أكد البنك المركزي أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي تم تطبيقها على مدار العام الماضي ستساعد في كبح التضخم وفي بيانه بشأن تثبيت أسعار الفائدة أشار البنك إلى أن النشاط الاقتصادي تعافى خلال الربع الثالث من عام 2022 ليسجل معدل نمو النتج المحلي 4.4% مقارنة بمعدل 3.3% خلال الربع الثاني من عام 2022 أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنى أن الوزارة تقوم بخطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات على أحدث النظم التكنولوجية جاء ذلك خلال اللقاء وزير التنمية مع وزير الزراعة أسايد القصير بحضور محافظ دميات منا العواض وعدد من المسؤولين لمتابعة آخر مستجدات المشروع القومي لتطوير المجازر من جهته وجه وزير الزراعة هيئة الخدمات البيطرية بالتعاون وبزل كل الجهود في الإشراف وتطبيق جميع معايير الصحة والأمان الحيوي على المجازر اختتمت في العاصمة المجرية بودابست أعمال الدورة الرابعة لللجنة المصرية المجرية المشتركة لتعاون الاقتصادي والعلمي والفني لأول مرة منذ أربع سنوات من جهتها أكدت وزيرة التعاون الدولي راني المشاط أن اللجنة شهدت مباحثات مكثفة حول التوسع في كفة المجالات وعلى رأسها الطاقة النووية والصناعة والزراعة والغاز الطبيعي وكذلك الطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأشارت الوزيرة إلى انعقاد منتدى أعمال مصري مجرئي نهاية الشهر الجاري بالقاهرة من أجل مزيد من التنصيق والعمل المشترك لتعزيز الاستثمارات في البلدين انخفض نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات إلى أدنى مستوى له في 12 شهرا في يناير ازياد غط تردي الأوضاع الاقتصادية العالمية على المعنويات فيما يتعلق بالأنشطة في المستقبل وهبط مؤشر ستاندر أند بورس جلوبل لمدير المشتريات في الإمارات إلى 54.1% في يناير مسجلا انخفضا طفيفا عن 54.2% في ديسمبر وأدنى مستوى منذ يناير 2022 أظهرت بإينات رسمية أن التضخم السنوي في تركيا سجل 57.68% في يناير وقال معهد الإحصاء التركي أن أسعار المستهلكين ارتفعت 6.65% على أساس شهري وهو تقريبا ضعف نسبة التي جاءت في التوقعات عند 3.8% ويوظل ارتفاع الشهري الحاد إلى سلسلة من الزيادة في الأسعار في العام الجديد بما في ذلك وسائل النقل العام ومنتجة التابغ فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغزائية رفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة بنصف نقطة مئوية وأكد أنه سيبقي على المساري ذاته عبر زيادة مشابهة مرتقبة الشهر المقبل في مسعى للحد من ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغزائية للمرة الخامسة على التوالي رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة وأشار إلى زيادة أخرى بمقدار نصف نقطة مئوية في مارس المقبل وفي اجتماعه الأول هذا العام رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الإيداع إلى 2.5% من 2% مثل ما وعد في ديسمبر مخالفا بذلك للمرة الأولى نهج نظيره الأمريكي الذي أشار بوضوح إلى تباطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة وفي مواجهة مستويات تضخم مرتفعة رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي ثلاث نقاط مئوية في سبعة أشهر فقط على أمل أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى تقليص الطلب والحيلولة دون ترسخ النمو السريع للأسعار وتتنامى المؤشرات على أن منطقة اليورو ستكون قد تجاوزت المرحلة الأسوأ من الصدمة الاقتصادية مع طباط التضخم من الظروة المسجلة في أكتوبر ومحاولت منطقة العملة الموحدة جاهدة تسجيل نمو أواخر 22 البيانات الأخيرة الأقل قتامة عززت الآمال بأن الجهود الروسية لخنق إمدادات الغاز الأساسية بالنسبة لأوروبا قد لا تتسبب بالهبوط الاقتصادي العميق الذي كانت تكتل متخوفا منه ومع خفض موسكو الشحنات في أعقاب العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا أطلقت الحكومات الأوروبية تدابير لتخفيف حدة تداعيات ارتفاع الأسعار على المستهلكين والأعمال التجارية وسارعت إلى ملء منشآت التغزين تعافظ الطلبات الجديدة على السلعة أمريكية الصنع في ديسمبر لكن ارتفاع أسعار الفائدة يلقي بثقة له على إنفاق الشركات على المعدات مما قد يبقي قطاع الصناعات التحويلية تحت ضغطه وقالت وزارة تجارة أن طلبيات المصانع زادت 81% بعد هبوطها 91% في نوفمبر الماضي كما ارتفعت الطلبيات 11% و18% على أساس سنوي في ديسمبر تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي وقالت وزارة العمل الأمريكية أن عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة انخفض سلسة ألاف طلب إلى مستوى معدل موسمي يبلغ 183 ألف في الأسبوع المنتهي في أواخر شهر يناير وستتوقعات أن يبلغ عددها 200 ألف طلب في الأسبوع ذاته أفادت مصادر وبيانات تجارية أن شركات التكرير المستقلة في الصين تكاثف واردتها من زيت الوقود الممزوج من براميل روسية وأظهرت البيانات ارتفاع إجمال واردات الصين من زيت الوقود إلى نحو مليون و76 من المئة في ديسمبر وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2021 وأدت العقوبات الغربية على روسيا التي تشمل حظرا يسري في الخامس من فبراير وحدا أقصى لأسعار المنتجات المكررة لدفع براميل زيت الوقود الروسية شرقا باتجاه آسيا بتخفيضات أسعار جازبة منذ العام الماضي في أسواق البترول العالمية حققت أسعار النفط مكاسبا متواضعة خلال تعاملات اليوم لكنها تتجه لتكبت خسائر للإسبوع الثاني على التوالي وارتفعت العقود الأجلة لخام القياس الأوروبي مزيق برينت 16 بنسبة لتصل إلى 82.33% من الدولار للبرميل كما زادت العقود الأجلة للخام الأمريكي بنسبة فاصل 2.10% مسجلة 76.6% للبرميل ومنذ بداية الأسبوع انخفض خام برينت 84.10% في حين تراجع الخام الأمريكي بنسبة 4.5% أغلق نيكي الياباني عند أعلى مستوى له في 7 أسبوع مدعوما بأداء نصدق القوي صعد مؤشر نيكي 0.39% وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 16 من ديسمبر ليرتفع المؤشر بنسبة 0.46% خلال الأسبوع كما زادت توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.26% لكنه خسر 0.6% خلال الأسبوع بدورها تراجعت الأسهم الأوروبية متأثرة بخسائر في أسهم شركات التكنولوجيا بعد أرباح مخيبة الأمان لنظيرتها الأمريكية الكبرى خلال الليل وأثارت من جديد المخاوف بشأن الطلب الاقتصادي العالمي وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة هبط ستكس 600 الأوروبي فاصل نصف بالمئة ومع هذا يتجه المؤشر لتحقيق مكاسب أسبوعية وعدت سلطات هانكونغ بتقديم 5500 ألف بطاقة طيران مجانية في إطار استعدادها لاستقبال الزائرين بعد تدابير عزل استمرت ثلاثة سنوات فرضها وباء كوفيد وأعلنت الحكومة حملة ترويجية للمدينة الواقعة في جنوب الصين والتي شهدت إجراءات أمنية مشددة أضيفت إليها تدابير للحد من الفيروس أسأت إلى سمعتها كثيرا كمدينة صديقة لقطاع الأعمال وسيفتح باب تقديم البطاقات في مارس ستقوم بتوزيعها بشكل رئيسي شركة الطيران المحلية أعلنت شركة أبل مبيعات وأرباح دون توقعات والستريت متأثرة بضعف المبيعات بعدما عطل الإغلاق المرتبط بجائحة كوفيد في الصين انتاج أكثر منتجات الشركة مبيعا وأنخفضت مبيعات الشركة 5% إلى 117.2 مليار دولار وتراجعت في كل جزء من أنحاء العالم خلال الربع المنتهي في 31 ديسمبر وهبطت المبيعات من كل فئة من فئات منتجات الشركة إلا أنها ارتفعت بالنسبة للخدمات وأجهزة آيباد أعلن المصرف المركزي البريطاني أن صور ملوك بريطانيا ستختفي من الأوراق النقدية في استراليا التي تحمل فئة 5 دولارات ومنها رؤسوم تكرم ثقافة السكان الأصليين يعني قرار عدم وضع صورة الملك تشورنز الثالث على العملة الوراقية من فئة 5 دولارات أن الأوراق النقدية الإسرالية لن تحمل تدريجيا صورة أي عاهل بريطاني نشرة انتهت هذه تذكرة بأهم العناوين التي وردت بها بعد تثبيت أسعار الفائدة البنك المركزي يؤكد أن الزيادات التي تم تطبيقها العام الماضي ستساعد في كبح تضخم رغم ارتفاعها خلال التدعملات أسعار النفط تتجن لتكبت خسائل للإسبوع الثاني على التوالي التضخم في توركيا يسجل 58% خلال يناير بسبب سلسلة من الزيادات في الأسعار خلال العام الجديد نشرت هذا انتهت دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة